شباب قلنا بيكون فاعل وفاعل ما فاول به لو الفاعل بتاعي اي او وي او او زي او اسم جمع يعني بدرمول مثلا اي ان ده احمد اقول اي او اي او اسم جمع بدرمول مثلا بوي ولاد او بويز ولاد ما ده جمع تمام فقدرمول زي او اي او بويز بعمل اي او حط بعدها الفاعل ده بيبقى فين؟ في المصدر طيب لو اي او شي او ات او مفرد بحط الفاعل وزود له اس او اي از او اي اي اس ده لو الفاعل بتاعي مين اي او شي او ات او مفرد بحط الفاعل وزود له اس او yes او is طيب امتا بحط اسме؟ قالك دايما دايما نضع اس للفاعل مع هي او شي او ات الا اذا هل تجد ايه زي ايه بقى؟ اولا هم يجيش اللي مع ايه وشي وقت تمام؟ يعني اي ان كان الفعل وجاي مع اي او اي او اي او زي هسيبه زمهور تمام؟ طب لقيت الفعل بتاع اي او اي او اي او اس مفرد يعني احمد، مونة، زكاة، زكار حاجة مفرد يبقى لازم احط حاجة من التالة اللي قلت عليهم دول اس او اس او اس طب امت بحط اس؟ قلنا دايما بحط اس الا بس في كم حالة كده قل لك اول حاجة اذا انتهى الفعل بايه يعمل الحاج؟ باس او اكس او زد او سي اتش او 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 ما هي اس هي هي اس اس ومش هتلاقي عندك زد يعني الموجودة في كل الكتب هيقولك ايه؟ اس واس اس و اكس و سي اتش او 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 لا هو اس هي هي اس اس فمش يجب ان اكتبها الموجاتين بقى زد مش هتلاقي موجود تمام؟ فلو اي فعل انتهى اس او اكس او زد او سي اتش او اس اتش او 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 وجاي ما عهيبشي وقت قلنا لو جمع اي او اي او او زي ماليش دعا بيه سيبه زمه هو وجاي ما عهيبشي وقت يبقى ما اعمل ايه؟ منحط له اس نضع اس فقلت لك مثلا اي اه فكس ماي كار او بلاش ماي دلوقتي اقولك ايه؟ اي فكس زا كار الفاعل انتهى is اي او اي او زد اي او اي او زد اي او عز جي look بحط لالفعله اي اكسAAAA فضربت ل departed نا طالما الفعل هي بريد لازم оружث using FIRS نحن نقر بغنية اي 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 أس افغنية حاليا طالما اي او اي اي او اي 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 ايدي types اكسي بحط له تي اسي بحيف اكسي زكار بس وصلت طيب الرحلة الثانية قالك لو انتهى خلا باكم دي قويس اوه الفعل بواي بس لازم يكون قبلها ايوه تسبقها حرف ساكنة نحزف الواي ونضع ونضع ايوه اي اي اس لازم يكون الواي قبلها حرف ايه ساكنة انت قبلها حرف انت حرك وحط اس بس تمام فقدت لك مثلا اي study انجلش فقدت لك حط لي هي برضو ايوه يبقى هي بالزبط لا استنى انت عندك وي الفعل بتاعك هي وعندك الفعل اخر وي وقبلها حرف ساكن لا يبقى شيل الواي خالص وحط ما كان ايه اي اس يبقى هي انجلش تمام طب لو قلت لك مثلا ايه اي اي بالزبط تلع人 تمام كده الحطه دي شكرا